حيث اهتمام واضح جدا من جانب الدولة لتعزيز وتوطين صناعة الألعاب الإلكترونية في مصر وده عن طريق تنمية مهارات الشباب المهوبين واللي عندهم شغف كبير في هذا المجال المشروع ده بتنفزه أكاديمية تطوير الألعاب الإلكترونية التابعة لمعها التكنولوجيا المعلومات فيه وزارة الاتصالات واللي قدرت خلال فترة أسارة جدا أنها تقاهل عدد كبير من الشباب للعمل في أكبر الشركات العالمية المتخصصة في الألعاب الإلكترونية تفاصيل ومعلومات أكتر خلونا نرحب بضيوفنا في الأستوديو مصطفى هاشم مدرس متخصص في برمجة الألعاب بمعهد تكنولوجيا المعلومات ومسؤول العلاقات العامة أهلا بيك مصطفى أهلا بيك كمان معنا متحة التليني المدرس المتخصص في تصميم الألعاب الإلكترونية بمعهد تكنولوجيا المعلومات بنرحب بيك متحة أهلا بيكو صباح الخير عليكم صباح الخير عليكم صباح الخير عليكم صباح الخير على مصر وكل أحنا بقلنا حوالي 11 سنة في مصر. خرجنا 11 دفعة حتى الآن. متوسط عدد الطلبة حتى الآن حوالي 200 طالب في التخصصين. اللي هو برمجة الألعاب والتصميم الألعاب. عملنا حوالي 40 مشروع تخرج على كل المنصات. سواء الكمبيوتر أو الموبايل أو الـ VR. اللي هو الواقع الافتراضي. والـ AR الواقع المعزز. وكمان الكونسلس مثل بلايستيشن والإكس بوكس. طيب اللي خلينا في مصر نبقى مهتمين. أننا أصلا نبتدي ننشأ ألعاب إلكترونية. نحن عارفين أنه فيه تيمس بيلعبوا. حاجة اسمها إي سبورتس. ألعاب إلكترونية في دول عندها فرق بتاخد بطولات. الموضوع بقى كبير قوي. اللي خلينا في مصر نهتم في الأول في توطين الألعاب الإلكترونية. ونحن نعملها من عندنا. زي ما زميلي مصطفى قال. أننا بقلنا 11 سنة في المجال. والمجال يعتبر جديد كتكنولوجيز وكبزنس في نفس الوقت. فمن أول دفع عملناها. وإحنا عايزين نقرب الكميونيتي من بعض. فبدأنا نعمل زي إيفنس أو تجمعات عندنا في الإي تي آي. منها أن نلمي الناس المهتمين بالمجال. شفنا أعدادهم. اكتشفنا أن فيه أعداد كثير جدا مهتمة بالمجال. فإحنا من ناحية عرفنا الناس أن المجال موجود في مصر. وأن فيه مؤسسة مدعومة من وزارة اتصالات. والدولة بصلها عشان خاطر تطلع الناس تشتغل في المجال ده. وفي نفس الوقت اللي ما كانتش مهتم عرف اللي مهتم. فإحنا جذبنا الناس لنا. وفي نفس الوقت لو فيه شركات برا ما تعرفش أن المجال ده موجود في مصر. فإحنا وصلنا الاثنين ببعض. وصلنا المستثمر بالناس. وصلنا الناس بحد يديهم الإرشاد في المجال ده. ده كويس جدا. مصطفى إحنا بقالنا 11 سنة. زي ما أنت قلت بقالنا 11 سنة موجودين في مصر. هل هي عبارة عن برامج دورات تدريبية عاملة إزاي؟ والإقبال عليها عامل إزاي كل سنة؟ ولا هي مدتها دي؟ تمام. هو أصلا معها التكنولوجيا المعلومات. بقاله حوالي 30 سنة في مصر. كانوا الأكاديمية؟ الأكاديمية بقالها 11 سنة. هو البروجرام عندنا حتى الآن. هو البروجرام يبقى عبارة عن 9 شهور. في التسعة شهور ده أنت بتاخد تدريب مكسف. سواء في الجزء بتاع برمجة الألعاب أو تصميم الألعاب. من ناس متخصصين. سواء خرجين من الأكاديمية قبل كده. أو ناس كانوا شغالين في شركات محلية أو شركات عالمية. بيجوا كل واحد متخصص في جزئية معينة. هو اللي بيشرحها بشكل مكسف. وفي الآخر المشروع التخرج اللي انت بتعمله بيبقى لعبة تابعة. سواء لشركة أو منظمة دولية بتشرف على الموضوع ده. فاحنا كده ربطنا الخريج بتاع الأكاديمية بسوق العمل. وحلينا مشكلة الفجوة اللي بتبقى ما بين الجزء النظر والدراسة وبين سوق العمل. بحيث أنه بيكون طبق على مشروع مع شركة فعلا موجودة على الأرض الواقع. وهي طلبت منه ركوارمتس معينة أو متطلبات معينة يخرج بها اللعبة أو المشروع بتاعه. طيب أنا عشان لو في ناس دلوقتي مهتمية بتتفرج علينا وحبين أن هما يتعلموا حاجة زي دي. عشان أعمل لعبة أو عشان أصنع لعبة من الأول خالص. محتاجة يكون إيه؟ محتاجة يكون بروجرامر ولا كودر ولا ديزاينر ولا بعرف عمل آنيميشن. إيه؟ محتاجة بقى إيه؟ وخريج إيه أصلا كمان. نقطة الخريج دي مش هتفرق قوي. هو أهم حاجة أن أنت يكون عندك شغف بصناعة الألعاب وأن أنت تكون بتلعب كتير. بالنسبة للجزء بتاع البروجرامنج طبعا آه يعني بيفضل أن أنت تبقى خريج حاجة لها علاقة بالبرمجة. سواء كمبيوتر ساينس أو هندسة حاسبات. بس عادي ما فيش مشكلة لو أنت معاش عندك الباكجراوند ده. عشان المعهد أصلا بيقدم لك الأساس بتاع كل حاجة من الأول. أنت كرسات مكسفة وبتقدر تاخدها من الأول. بالنسبة بقى إحنا بنحتاج إيه؟ لا هو مفروض أن التيم بيبقى أكبر من كده. يعني هو بيبقى شامل كل الناس دي. سواء الجيم بروجرامرز أو المصمم أو الناس اللي شغالة في الأنيميشن وكده. بس ده مش يعني ده بالنسبة للعب اللي هي حجمها كبير. عادي أنت ممكن تبدأ بلعبة صغيرة كشخص واحد تقدر أنت تعمل كل حاجة وتعملها حاجات بسيطة. لحسب المشروع بتاعه. يعني ممكن المشاريع اللي بتبقى على الموبايل بيبقى الاسكيل بتاعها صغير فأنت تقدر أنت تطلع حاجة لوحدك. طيب عظيم. متحة إيه المهارات اللي بيحتاجها المصمم والمبرمج كمان؟ هي تعتبر حاجات بيزيك شوية لحد ما يدخل لنا. إنما إحنا عندنا حاجات مكسفة أكتر. بس على الأقل يكون عنده الشغف إنه يتعلم مثلا زي الرسم، الـ 3D modeling, animation, 2D art. وبعد كده احنا بنضيف حاجات advanced شوية أنها يتعلم تصميم البيئات. الإضاءات، التحريك، شوية المؤثرات اللي هي الضوئية اللي بتحصل زيادة. بالنسبة للمبرمج يعني coding language. ممكن مثلا تبقى سي شارب، سي بلاس بلاس. هذه الحاجات الأساسية اللي نحن نحب زي الناس تدخل لنا بيها. ونحن نجد لهم level أكتر من كده بكتير. يعني إحنا يمكن الناس بتفرجوا علينا دلوقتي. دائما نحب في الصباح الخير نوضح كده الفكرة كلها. الألعاب الإلكترونية عمتاً دلوقتي بقى لها جمهور كبير قوي. حتى الـ gamers أو اللي بيلعبوا الألعاب دي. بقى ليهم sponsors أو رعاة ليهم. ليهم استادات. أنا فاكرة في السنة من السنين كان فيه دراسة لما كان رفايل نادل بيلعب. كان واخد 500 ألف يورو في السنة. كان داع العائد بتاعه. وانا اللي كان الـ gamers كان واخد مبلغ بالملايين. فكانوا حتى بيعملوا المقارنة دي. الناس تفرج علينا دلوقتي ممكن تقول. يعني إيه فايدة الـ gamers أو لو أنا هدخل عملية صناعة الألعاب. هستفد إيه وسوء العمل هيستفد بيه في إيه؟ بالنسبة لنقطة الألعاب. هو أنت برضو يا الألعاب أه طبعاً متاخد عنها فكرة أن هي موجهة أكتر لـ entertainment أو المتعة. بس هو مش شرط أن أنت بتكون اللعبة بتعملها بغرض المتعة. يعني فيه لعب بتتعمل اللي هي serious games أو اللي هي الجيم اللي بيبقى ليه هدف في الآخر. أنا بعمل لعبة معينة بحس أن أوصل بينها رسالة معينة أو أوصل بينها حاجة معينة. زي إيميل موجود. حالياً يعني إحنا مثلاً فيه مشاريع عملناها مع منظمة التعاون الألماني في الأكاديمية. أن اللعب دي إحنا كنا بنحاول نوصل بينها رسالة. ساعتها هم جوم طلبوا مننا أن إحنا عايزين نعلم العمال عندنا في المصانع إزاي يأخذوا بالهم من الـ safety tools أو الحاجات اللي هم بيستعملوها. وهم بيستخدموا الألات في المصنع. فإحنا عملنا games. كان التحدي بتاعنا أن إحنا نحاول نعمل games بتوصل الرسالة دي. فإن هو مش بس العامل هيكون بيلعب اللعبة لمجرد أن هو يلعبها ويبقى مبسوط. لا هو في الآخر هيوصل الرسالة معينة إنه إزاي نقدر أستخدم الـ safety tools والحاجات دي. وإن أنا مأزيش نفسي وأنا شغال. عظيم. إزاي بقيتوا مدرسين في المهنة؟ أهو الأول يعني شفت ما جالي أصلا أنا مهندس مدني في الأول. بس أنا كان عندي شغف الألعاب والتصميم. دي نوع طبع اللي كنا بتكلم فيها في الأول يعني. ودي توضح أكتر إن الموضوع مش يعني مش محدود على حد خريج معين أو دارس دراسة معينة. أهم حاجة يبعنده الشغف والطموح إنه هو يتعلم ويكون مثابر في الموضوع ده. فدخلت المنحة كأي طالب بيقدم عادي في الـ skills اللي هم طلبوها الامتحانات اللي إحنا بنمتحانها. وخلاص تماما. المنحة دي مجانية؟ مجانية. مجانية تسع شهور مجانية تماما. وبياخدوا كمان زي بوكت ماني كده كل شهر على حسب التأدير بتاعهم. وبعد كده بعد ما خلاص طبعا اشتغلت شوية في المجال بحيث برضو خدت الـ technical experience اللي أنا محتاجها. وبعد كده المعهد كان محتاج سوبرفايزورز أو ناس تمسك تراك الـ art تحديدا. فكلموني عملت الـ interviews. والحمد الله يعني بقيت مدرس مساعد هناك يعني. يعني ايه تعريف علمي لفن بيئة اللعبة؟ هو عموما اي لعبة ما باجي عملها. طبعا انا باهتم ان هي بيئة اللعبة دي المكان اللي بيحصل فيه اللعبة. طبعا ممكن اللعبة تكون بتحصل في كذا مكان. هي متأسمة المراحل أو الـ levels. فهي البيئة بتاعت اللعبة هو المكان اللي بيحصل فيه اللعبة دلوقتي. مثلا احنا دلوقتي في الزمان ده. فاحنا عاملين اللعبة مثلا في بيئة صحراوية. عاملينها في مدينة كده. في المستقبل مثلا ممكن يبقى الموضوع متقدم شوية. احنا عاملينها مثلا في محطة فضائية أو كده. فان بيئة اللعبة هو ان انا ازاي بيبقى مسؤول ان انا اعمل البيئة بتاعت اللعبة. واعي بالمكان والزمان بتاع اللعبة. تمام اه. وكمان هي بتبقى متأسمة معينة. فيه اللعبة الخطية اللي هو انا بحاول ان انا اعمل اللعبة بحس ان انا خلي اللعب ياخد قرارات معينة ويمشي في اتجاه معينة اللي انا عايزه. وفي اللي هي العاب العالم المفتوح انا بدي للعب الحرية ان هو انتراكتف باي حاجة في المكان وان هو يقدر يستكشف المكان براحته. طيب مصطفى كمسؤول للعلاقات العامة انت قلت كان فيه تعاون مع منظمة تعاون الالماني عشان نعمل لهم لعبة عشان العمال والامام بالنسبة لهم. التواصل ازاي مع الشركات العالمية عشان نعرفهم ان احنا عندنا تطور في هذا المجال في مصر. وهل كل ما يطلبوا الشركات العالمية من الشباب اللي بيدرس فيه مشاريع التخرج نقدر نعمله في مصر؟ طبعا يعني احد الحاجات التانية مش هي مش منظمة التعاون الالماني بس احنا اللي بنتعاون معها احنا متعاونين مع شركة ابك جيمز واحنا اول اكاديميك برتنر ليهم في مصر. فاحنا كمان بنوفر للمتقدمين عندنا في المنحة ان احنا بنضربهم على الجيم انجين او محرك الالعاب الخاص بشركة ابك اللي هو اسمه انريل. دي احد الحاجات فيه شركة يوبيسوفت العالمية دي برضو شركة متخصصة في ناعة الالعاب وعملت لعب كتير. احنا برضو عاملين معهم شراكة وبنوفر للطلب عندنا معهم كورس معين هما بيقدموه في فن تصميم الالعاب بنوفره للطلبة. بحيث ان هو بياخد شهادة من شركة عالمية بتقدر تأهله بعدين ان هو يتقدم لسوق العمل برا. طيب خليني اسألك لو حد دلوقتي متفرج علينا مهتم بفكرة الالعاب وتحمس للفكرة. يبتدي منين سواء لهو بيرسم كويس في حس نوعين فيبقى مصمم. لو حس نوعين فيبقى كودر. وازاي يقدم كمان للمنحة. بس اهم حاجة يبتدي منين الاول عشان يعرف هو كويس ولا لأ في تصميم الالعاب. يبتدي منين الاول احنا عندنا في التراك. الاي تاي ليها ويب سايت اسمه مهارة تيك. يقدر يدخل يبص على مهارة تيك. يقدر يدخل يبص على البايبلاين اللي محتاجه عشان يعمل لعبة او الطريقة. ستيب باي ستيب اللي انت بتحتاجه عشان خطر تبقى مصمم ألعاب او مبرمج ألعاب. فدي اعتبر البداية. والترامة هو مسابر وعنده طموح. هيوصل واحنا برضو بنرده طول الوقت على اي حد بيبقى محتاج مساعدة في المجال. ومع اي قدم زال المنحة. تقديم المنحة بيبتدي هو التقديم الدفعة دي دفعة 45 خلاص تقديم قفل. بيبتدي في اول شهر تمانية. بيقدم على الويب سايت بتاع المعهد. بيختار التراكات المناسبة بالنسبة له. وبعد كده بيدخل اي كيو انجليش تست وبيزيك اي تي تست. بيعديهم بيدخل تيكنيكال انتريبيو. سوط سكيلز انتريبيو. وبيعدي بالبروست كلها الحدي. هذا كبير يعني. ان العدد اللي بيقدم بيبقى كبير. طب يجهز ازاي للمنحة؟ ممكن بقى نزود في النقطة دي. احنا عندنا الفيسبوك بيج بتاعتنا. ولو كتب جيم ديفلوب منت اكاديمي. سواء على الفيسبوك او على يوتيوب. يقدر يخش. احنا بننزل بوستات. بنحط فيها الأساسيات او الحاجات اللي انت متطلب. بتتطلب انها تبقى معك عشان تقدر تقدم في المنحة. في سن معين؟ هو على الفيسبوك بيج بتاعتنا. جيم ديفلوب منت اكاديمي. على طول احنا اكتف على الفيسبوك بيج. وبننزل حاجات او البون. لا سن معين الالتحق يعني. سن معين اه. والعموما مع التكنولوجيا المعلومات هو شروطه في التقديم. ان انت لازم تبقى خريج اخر خمس سنين. ولازم يبقى معك موقف من التجنيد. ده بالنسبة للشباب يعني. بس ده بالنسبة لمنحة التسعة شهور. لكن منحة التلات شهور بتبقى مفتوحة السن فيها عادي. ممكن اي حد يقد. طيب. مدحة احنا تعوانا مع شركات عالمية. عملنا ايه لمصر؟ قدمنا ايه؟ يعني انا بقلنا 11 سنة موجودين ب11 مشروع تخرج مظبوط. حوالي 40 مشروع تخرج. 40 ده متصرة. يعني تسعة شهور البرنامج البعض يبدأ بعد تسعة شهور مباشرة. اه على طول. احنا بنخلص. او فيه برامج بالتزامن مع بعض. اه هو البرنامج بيخلص في شهر سبعة. وبنبتدي البرنامج اللي بعديه في شهر عشر. لا. لحقنا في 11 سنة نعمل ب40. لا. عشان الدفعة بيبقاش بتطلع مشروع واحد. بتطلع كذا مشروع. طيب كده عظيم. كده برد مفهوم. فحنا عندنا 40 مشروع. اه. ايه ابرز المشروعات؟ مين ابرز الخارجين في مصر؟ يعني فيه ناس كتيرة وتخرجت واشتغلت في شركات اجنبية. يو بيسوفت وشركات غيرها زي ما مصطفى قال يعني. والناس دي مش بس هي اشتغلت برا. لا كمان بتجيب زي عملة او الشركات دي بتتبنى مشاريع التخرج بحيث لو لقيت ان المشروع ده كويس تقدر تكمل به سواء هتستثمر المشروع او تفتح مقر ليها في مصر. او حتى تاخد الناس دي برا مصر تاخد خباراتها وتيجي تنقلو للكوميونيتي اللي موجود في مصر. فالعلاقات اوبرول مش يعني مش لازم تبقى حاجة دايريكت عادي. ممكن يبقى فارد تلع برا اخد الخبرة ونجيبوا يدرس عندنا. يعني فيه كورسز معينة بتحتاج انه حد خبرة كبيرة جدا ممكن ما يبقاش موجود. يعني متوقاش الاسكيلز دي موجودة عندي. باستعين بحد شغال قريدي في شركة اجنبية عنده خبرة كبيرة جدا في النقطة دي تحديدا. وبيجي نقلها للشباب الصغير. بلس انه العلاقات دي بتعلمهم ازاي يعملوا الستارت اوب بتاعتهم. يعني ممكن حد يجي يدي مثلا بيزنس سيشن. مش لازم تبقى كل حاجة تكنيكا. ممكن نتكلم ازاي تعمل ستارت اوب بتاعتك. ازاي تروح مثلا لمؤسسة المؤسسات اللي في مصر اللي بتدعم او بتمول الشركات النشأة. ومن هنا بتبتدي انه هيدي القبارات اللي احنا بناخدها من برعين. طيب مصطفى خلينا اسألك اهمية توطين الصناعة دي في مصر. يعني بعض الاهلي كانوا زمان يعودوا يقولوا للاولاد ايه اللعبة دي عنيفة شوية. اللعبة دي بتصدر افكار مش يعني لا تتناسب مع ثقافتنا كمصريين. بعض الالعاب تلاقي فيها زي ما كنا نسمع عن لعبة زي الحوت الازرع. مثلا نلاقي اطفال بتقوم بعمل عنف وغير وغير وساعة حالة انتحار. قد ايه مهم ان احنا يبقى عندنا ثقافتنا الخاصة بينا. ومهم ان الدولة تكون بتدعم هذه الألعاب التحديد او الصناعة. هو طبعا زي ما زميلي ميت حتقال احنا اهم حاجة ان احنا بنحاول برضو ان يبقى في صناعة هنا جوه مصري. يعني مثلا كان فيه تيم اتخرج من اي تاي. هم عاملين حاليا الستارت اوب بتاعتهم اسمها استوديو تونتي تونتي فور. دولة اصلا وهم في الاي طواب مشروع التخرج بتاعهم شاركوا بي في مسابعة عالمية تبع شركة مايكروسوفت اسمها اماجين كوب. وخدوا تلت عالم. وبدأوا ده كان اساس الشركة بتاعتهم البدأوا منها هنا في مصر. حاليا مثلا هم كانوا اشتغلوا على جيمز تعليمية ازاي بيعلموا البرمجة للاطفال. لعب مجرد ان انا الطفل بيخش يلعب بحيث ان هو يقدر يتعلم بحيث ان هو يقدر يبدأ بعدين. مثلا في لعب موجودة برضو تانية مثلا في لعبة مشهورة حاليا لعبة ميليشيا اللعبة دي اعتبر بتحاكي بطولات الجيش المصري في سينة. دي احد الحاجات اللي موجودة هنا في مصر. مثلا في لعب تانية في حاليا يعني في شركات برضو ستارت اوبت تانية. في شركة مثلا بتحاول ان هي تعمل لعب فاني كده لمصري. يعني ما مثلا عاملين اللعبة اسمها مادام عفاف لسه كانت نزلة ومنتشرة. كده الرابع. اه. هو بالضبط ايه بتحاول ان هي ان انت بتحاول تساعد الجي يعمل حاجة حكومية. او بيخلص وراء ان هو يوصل للموظف بطريقة اسرق. مثلا بيعملوا ومحاكاة للواقع في مصر عاملين لعبة اسمها مالك السوبيا. حاجات كده بحيث ان الموضوع برضو تبقى انت رابط برضو. الثقافة المصرية احنا مش لازم ان احنا نعمل ثقافات اللي برا. والحاجات لا احنا بنعمل الواقع بتاعنا. ناسبنا. نعمل الواقع بتاعنا برضو. يعني عادي احنا عندنا هنا في مصر ناس كتير بتلعب وناس تقدر تعمل الحاجات دي. فاحنا بنعمل. طيب 40 مشروع تخرج بالتأكيد مختلفين. ولا ممكن نقبل مشروع تخرج تكرر قبل كده. أكيد مختلف. لا لازم يبقى مختلف. طيب. انا شايف فيه برامج لألعاب تعليمية. وقلنا فيها حاجات فيها رسائل. وفيها حاجات دماء خفيف. وفيها حاجات لمجرد تسليل. في ايه كمان؟ فيه برضو مشاريع الواقع الافتراضي. يعني احنا كنا اشتغلنا. في محاكاة. اه بتعلم حد ازاي مثلا لو حصل حريق يهرب من حريق. او بتعلم العمل في المصنع الحاجات الصحة. لان برضو لازم تشوف انت بتخاطب مين. ممكن تكون الفئة اللي بتخاطبها. مش هتقرى مثلا كلام. ما بتوعبش تقرى. اللعبة بالنسبة لها ممكن يسمع صوت. ان حد بيديله نصيحة. فيه ألعاب تانية. بتعلم التعاون. ان تبقى فيه زي شراكة كده. حد الاثنين بيلعبوا على نفس اللعبة. فبتعلمهم ازاي هما الاثنين يشيلوا نفس الحاجة. ازاي يتفهموا مع بعض. ازاي يتواصلوا مع بعض. فيه. زي مبادئ واخلاقيات كتير. بتوصلها للناس غير الجيمز. غير الفن يعني. سريعا جدا. هل فيه شركات ممكن تتواصل معكم. تقول لكم تعالوا صنعوا لي حاجة ليا انا خاصة. لان بعض الشركات بتهتم في الورينتيشن تاعتهم للموظفين. وجداد انه نعمل محاكاة لحاجات معينة. فيه حد بيتواصل معاكم بحاجات زي دي؟. هو ده اللي بيحصل اصلا. ان احنا. المشروع التخرج اللي بيعملوه الطلبة. احنا بنحاول ان احنا نوصلهم بشركة بحيس ان هو يبقى كده تأهل السوق العمل. الشركة بتاجي بتطلب منهم وصفات معينة. ومتطلبات معينة في اللعبة بتاعته وهو بينفزها. وبعد كده ممكن الشركات دي فيه منهم اللي بيخدوهم. وفيه منهم اللي بيكملوا معهم المشاريع دي. وده حصل اكتر من مرة زي منظمة التعاون الالماني. وفيه شركات مصرية. وفيه شركات برضو بره. الألعاب تبقى موجودة على الموبايلات عادي. مش كده؟. فيه لعب موجودة على الموبايل وفيه لعب موجودة على البي سي. عشان احنا نزلنا. يعني المشاريع كلها مش موبايل بس فيه حاجات زي ما حالت. هل انتو بتعرفوا ردود الأفعال للناس او هل انتو بتعرفوا اقبال الناس على الألعاب دي ولا بتبقى خلاص دي بتاعت الشركات؟. على حسب يعني فيه شركات بعد اما الطلبة بيخلصوا مشروع التخرج بتاعهم بتبقى لعبة متاحة لكل الناس تقدروا يلعبوها. غير كده احنا اصلا زي زميل باشماندز متحة احنا بننظم افنت فيه افنت عالمي احنا بننظمه طبع ارجانيزيشن يسمى اي جي دي اي. ده بيبقى افنت سنوي كل سنة. وفيه افنت تاني ده بيبقى محلي. ده بنجيب الناس اللي عملت ألعاب بتعرض يعني هو بيبقى مجرد جاثرينج للجيم ديفلبرز والجيمرز. انتو تعالوا تجربوا لعب بتاع الناس دي وشوفوا ان احنا عندنا صناعة. والناس بتدي كومنتات وازاي نحنا نطور الألعاب دي ممكن نضيف ايه لها عشان تعجبكوا اكتر وان انتو ممكن تشتريوا بعض جدا. عظيما عجبني كمان ان التواصل معاهم سهل جدا يا جماعة على الفيسبوك عندهم بيج. تواصل معاهم سهل جدا انك تتواصل معاهم لو انت مهتم بهذا الامر بتصميم الألعاب بتفاصيل كتير قوي فيه ناس كتير بتبقى نفسها تعرف عنها حاجة لكن مش قادرة توصل منحة مجانية من الأكاديمية مدتها تسع شهور وفيه كمان بوكت ماني. انت خريج من هذه الأكاديمية مؤهل لسوق العمل. عندك مشروع تخرج قد تطلبه شركة من الشركات العالمية وبرضو من الشركات المحلية. وعندنا نمازج كتيرة زيما حضراتكم ذكرتو. نشكركم. شكرا لكم. شكرا جزيلا شرفتنا ومرتوني. طبعا مصطفى هي شام مدرس متخصص في برمجة الألعاب بمعها تكنولوجيا المعلومات ومتحدة التليني. المدرس المتخصص أيضا في تصميم الألعاب الإلكترونية بمعها تكنولوجيا المعلومات. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. اشتركوا في القناة